كل المخلوقات على الأرض الديدان في الأرض الأسماك في البحار الطيور في السماء الحشرات التي نراها بأعيننا والتي لا نراها أكثر بكثير كل ما في الكون من الذي يرزقه؟ إنه الله واسع الرزق جل جلاله إنه الواسع والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الله جل جلاله الواسع فضله وسع كل شيء الصحابة أحياناً كانوا يصلون باجتهادهم إلى قبلة غير قبلتهم فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته تقبل لأن الله واسع فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع إن الله واسع عليم كل مذنب مهما بلغ ذنبه لا تقول أنا ذنوبي كثيرة مستحيل الله واسع مستحيل الله يغفر لي إياك إياك وهذا الظن بربك جل جلاله لا تقول أنا سويت أشياء ما أدري هل الله رح يقبل توبتي ولا الله ما رح يقبل توبتي إياك أن تظن رحمة الله ومغفرة أوسع مما تتصور فهو الواسع إن ربك واسع المغفرة أناس طول حياتهم ذنوب ومعاصي قبل الوفاة تابوا صادقين تاب الله عليهم وادخلهم الجنة بل أبدل كل سيئاتهم حسنات لماذا؟ لأن الربك هو الواسع رزقه واسع رحمته واسعة مغفرته واسعة فضله واسع حتى علمه جل جلاله وسع كل شيء خلقه واسع وإنا لموسعون أي نوسع السماوات والأرض والكون كله بل واسع أيضا جل جلاله وتقدست أسماؤه واسع في أسمائه وصفاته ومدائحه مهما أثنين عليه مهما مدحناه مهما أثنينا على الرب عز وجل بأسماء وصفات فإن أسماءه وصفاته أعظم وأوسع مما نتصور ومدائحه أوسع مما نتخيل لا نحصي ثناء عليك لن يحصي أحد ثناء على الله عز وجل هو الواسع ترجو من غيره هو الواسع تطلب الرزق ممن غيره هو الواسع تسأل الفضل من سواه هو الواسع مهما وسع الذنوبك فإن رحمته أوسع مهما اتسعت حاجتك فإن فضله أوسع مهما اتسعت مطالبك فإن رزقه وفضله وإجابته أوسع مما تتصور والله واسع عليم والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الله يا الله الله يا أصدر الله يا الله 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 يا الله الواسع جل وعلا وسع رزقه كل شيء كائنات الأرض كلها والسماوات والكون حتى الكافر قال ومن كفر فأمتعه قليلا فالله عز وجل برزقه وسع كل شيء إذن ما الذي يمنعك عن أن تنفق مما أعطاك الله عز وجل رزقه سيسعك لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها مستحيل أن يموت إنسان وله رزق لم يكتمل لما تخاف والله عز وجل واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سعة رزقه جل وعلا تجعلك ما تتأخى عن النفقة أو عن الصدقة الله واسع جل وعلا في رحمته رحمته وسعت كل شيء إلى أولئك اليائسين إلى أولئك المحبطين إلى أولئك الذين أصابهم القنوط من رحمة الله جل وعلا والله لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو كانت ذنوبك بقدر أهل الأرض كلهم لو فعلت ما فعلت إن أردت أن تقبل على الله عز وجل فإن رحمة الله واسعة الله جل وعلا واسع واسع الرزق واسع الرحمة واسع العلم مهما طلبت وما أتيتم من العلم إلا قليلا تزود من العلم فإن علم الله عز وجل واسع الله جل وعلا هو الواسع والعليم من أثار هذا الإسم عليك يا عبد الله أن تقتدي بهذه الصفة أن تجعل من أخلاقك بسطة وسعة للناس فليسعهم خلقك وبسطة وجهك يا عبد الله إنك لن تسعى الناس بمالك ولا بجاهك ولا بمنصبك ولكن يسعهم حسن خلقك يا عبد الله أولادك أهل بيتك لينفق ذو ساعة من ساعته وسع عليهم يا عبد الله إن أعطاك الله من المال لا تبخل إياك والبخل فمن آمن باسم الله الواسع لا يكون بخيلا بل يوسع على أهل بيته بحد المعقول بدرجة لا تبذر فيها ولا تبخل فيها وكان بين ذلك قواما أبسط للناس وأوسع عليهم من مالك للفقراء والمساكين وأهل بيتك أولى من غيرهم وتذكر إن الله عز وجل واسع عليم واسع الأرزاق واسع الرحمات واسع العلم واسع كمال الصفات جل وعلا